أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة والمستشار السابق في رئاسة الوزراء هيثم الجبوري بتهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام ذكرت الهيئة في بيان أن أمر القبض جاء على إثره عمليات التحري والتقصي عن أموال المتهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية عن إقيام العقارات والعجلات وكميات الذهب العائدة له فضلا عن القروض ورواتبه بصفته مستشارا لرئيس الوزراء السابق والتي توصلت لوجود تضخم في أمواله يقدر ب16 مليار و157 مليون و291 ألف دينار